إذا كنت تعاني من ألم أو شد مزعج في أسفل الظهر أو الحوض ويزداد خاصة عند القرفصاء أو تشعر بترنح وعدم توازن أثناء المشي فقد تكون تعاني من عدم توازن الوركين لكي نتفادى خشونة والتهاب المفاصل يجب علاج هذه الحالة بأسرع وقت السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقة شرح اختبار توازن الوركين وثلاثة تمارين علاجية لتصحيح هبوط الورك قبل ما أبدأ يا ريت ما تبخل بالاشتراك بالقناة وبدوري حاستمر بشرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي وأعطيها الفيديو لايك للمزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ من مضاعفات هبوط أو ارتفاع أحد الوركين عن مستوى الآخر أنه يسبب إنحناء العمود الفقري فيقوم الشخص تلقائيا بالتعويض بالميل الجانبي للجدع بعيدا عن الورك المصاب وبالتالي يزيد الوزن على الطرف الآخر وتصبح ظاهرة أثناء المشي وهي ظاهرة معروفة باسم ترندلين برغ جيت التي تحمل أحد الجانبين وزن أكثر من الآخر وهذا يسبب ميلان الأكتاف وتآكل وخشونة على المدى الطويل في مفاصل الساقين مثل الورك أو الفخب أو الركب والأقدام في أغلب الأحيان سبب هذه الظاهرة هو ضعف أحادي في أحد جانبي الورك أو شد عضلي بسبب طريقة الوقوف أو الجلوس الخاطئة ونادرا ما تكون بسبب اختلاف أطوال الأرجل أو الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري القطني خلينا نشوف كيف ممكن نعالج هالمشكلة بالتمارين العلاجية أولا لنقوم باختبار عدم التوازن ترندين برغ تيست باستخدام الأصابع استشعر العظم الناتئ في أعلى الحوض المعروف باسم إلياك كريست قارن مستوى سطحي الاتجاهين أمام المرآة يجب أن يكونان متساويين الآن ارفع أحد الساقين لكل طرف على حدة لاحظ كيف أنه من الطبيعي أن يرتفع الورك قليلاً على طرف الساق المرفوعة إذا رأيت هبوط أو ميلان أو لم تستطع الوقوف على ساق واحدة فهذا يعني أن الاختبار إيجابي وأنك تعاني من ضعف عضلات الحوض في الجانب الآخر للميلان لنتابع التمرين التمرين الأول يسمى Overhead T-Pot إطالة وضع الإبريق هدف هذا التمرين إطالة العضلات الجانبية مثل Quadratus Lamborum وتensor Fascialata التوازن في توتر أو تون هذه العضلات على كل الجانبين مهم لتوازي الحوض لذلك سنبدأ بإطالتها وضعية التمرين اسنط ظهرك على جدار ولف أحد الساقين خلف الأخرى بهذا الشكل ارفع ذراع الساق الخلفية إلى الخصر والذراع الأخرى فوق الرأس القيام بالتمرين احني كامل الجذع باتجاه ذراع الخصر حتى تشعر بشد لطيف بهذه المنطقة عد العشرة ثم استرخي خمسة ثواني وكرر ذلك عشرة مرات قبل أن تنتقل للطرف الآخر سوف تلاحظ بأن أحد الجانبين مشدود أكثر من الآخر قم بالتركيز على هذا الجانب التمرين الثاني هب دروب تقوية عضلات جانب الحوض هذا التمرين مميز لتقوية مجموعة من العضلات الجانبية للجذع مثل العضلات كواتريتس دامبوروم وزوس ومجموعة جلوتيس وضعية التمرين نقف بقدم واحدة على طرف الدرج والقدم الأخرى متدلية بإمكانك الاستعانة بكرسي إذا شعرت بأدم التوازن وضع اليد الأخرى على الخصر للقيام بالتمرين أنزل القدم المتدلية للأسفل لأقصى حد ممكن بدون حني الركب ركز على تحريك الحوض لأداء الحركة وتأكد من ذلك بتحرك اليد للأعلى والأسفل مع عداء التمرين بهذه الطريقة ستشعر بشد جيد وعميق في هذه العضلات كرر التمرين عشرة مرات لثلاثة مجموعات ثم انتقل للطرف الآخر التمرين الثالث Hip Abduction رفع الورك الجانبي هدف هذا التمرين هو تقوية رافعات الورك مثل مجموعة جلوتيس Maximus Medias و Minimus وضعية التمرين استلقي على أحد جانبيك واثني الركبة السفلية لتكون مرساة لتثبيت الجسم مفتاح التمرين هو الحفاظ على استقامة الساق مع الجذع وتوجيه مشت القدم بزاوية قائمة للأمام إذا انحنت الساق للأمام بهذه الوضعية لن تتحرك العضلات المطلوبة وتفقد فائدة التمرين للقيام بالتمرين قم برفع الساق لأعلى وللخلف بقدر ما تستطيع ثم عد لنقطة البداية ببطء سوف تشعر بشد جيد في جانب الورك والجذع بعد التمرين هذا يدل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح كرر التمرين عشرة مرات لثلاثة مجموعات ثم انتقل للجانب الآخر مارس هذه التمرين العلاجية مرة واحدة باليوم لمدة ثلاثة أشهر وسوف أضمن لك التخلص من هبوط الورك وأنحناء العمود الفقري بإذن الله تعالى ولهنا خلص كلامي لهذه الحلقة وسؤالي الموجه لك هل اكتشفت أي عدم توازن في أحد مفاصلك مقارنة بالجانب الآخر هتابع الإجابات بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه تابعني على المشاهدة